موسيقى السلام عليكم مشاهد الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم تتزمن هذا الأسبوع وحادث التوقيع على الميثاق العالمي للهجرة بمراكش بمشاركة أزداد 160 دولة هي فرصة للحديث عن موضوع يهمنا بشكل مباشر وهو حصيلة السياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء والتي ابتدأ العمل بها قبل خمس سنوات سنحاول أن نناقش أبرز المكتسبات والإيجابيات في هذه السياسة تقييم ماذا اندماج المهاجرين للأجانب الذين تمت تسوية وضعيتهم الإدارية سواء في سوق الشغل أو أبنائهم في المنظومة الطربوية والصحية وننقش كذلك أبرز ما تبقى والمجهودات التي ينبغي تفعيلها من أجل ضمان حقوق المهاجرين والأجانب في بلدنا لأجل هذا يسعدنا أن أرحب بكل من سيحمد سكيم مدير شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة مرحبا بك معنا أهلا وسهلا شكرا على الاستضافة شكرا على قبول دعوة سيدة سكنواد مرحبا بك أنت مواطنة سينيغالية أنت في المغرب من 2005 تسوية الوضعية تقييم هذه ثلاث سنوات أنت هنا ممثلة المنظمة الديمقراطية العمال المهاجرين بالمغرب وهي أول نقابة العمال الأجانب في بلدنا مرحبا بك معنا شكرا أخويا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبركاته أنا كنت سلمي كل شيء معرب كل شيء سنة غالية وكل شيء إفريقية لكلف المغرب شكرا برك الله فيك سيدة رافية حمضين أنت مدير الحماية بالمجلس الوطني الحق للإنسان محبا بك معنا شكرا جزيلا وشكرا على الدعوة مصرور المشاركة شكرا لك على قبولها سيديوب منتغا أنت مواطن سينيغالي رئيس جمعية كيريكو لتعليم أبناء المهاجرين أنت مقيم في المغرب منذ خمس سنوات مرحبا بك معنا شكرا على الدعوة مرحبا سؤال واحد تقريبا لكم كاملين أنكم هذه الحادث توقيع على ميثاق الهجرة في مراكوش كيف يشاهدون كل واحد منكم أنه توقيع على ميثاق دولي كيهم الهجرة توقيع عليه في مدينة إفريقية التي هي مراكوش سيدة كيف اعتماد ميثاق عالمي لهجرات آمنة منظمة ومتظمة في مراكوش هذا حدث تاريخي مهم لأنه أول مرة المجتمع الدولي سيكب على قضايا الهجرة بهذه الطريقة يجب أن أتكره بأن الاعتماد الميثاق لا يوجد حاجة سهلة فهذه سنتين من الاشتغال على هذا الميثاق من البتداء من 19 شتان في 2016 فهذا المجتمع الدولي قرر باش يكون واحد الميثاق عالمي للهجرة داد سنة 2017 ديال المشاورات 2018 ديال المفاوضات اللي وجد هم واحد الميثاق في جوية والاعتماد دياله في مراكوش يوم الاثنين الماضي الآن يجب التفكير فيما بعد مراكوش بحيث أن الأمم المتحدة لجب أن توضع الآليات ديال المواكبة ديال التنفيذ وديال تتبع وتقييم ديال هذا الميثاق كذلك الدول اللي تبنات هاد الميثاق عليها باش تدير واحد التعريف به داخل جميع الفئة ديال المجتمع تدير واحد برامج ديال تنفيذ ديال تلك 23 هدف اللي كانت في هاد الميثاق نعم سيديو بمونتغ أنت حضرتي بعض الأشغال ديال المونتغة خصوصا مليكا الحديث يعني ونقاشات ديال المجتمع المدني كيفاش تشوف أنت توقع لهذا الاتفاق والذي أعتبره يعني مجموعة الأطراف أنه مهم يعني في أرض إفريقية أولا بأنه تكون هذا السياسية سياسية الهجرة للمغرب تورنا اليوم في أفريكا والأقصى سياسية الهجرة في المغرب في الأفريكا كيف يتشوف أنت توقع بمونتغ مجتمع التعليقات والإعجارة ومجتمع التعليقات ومجتمع التعليقات لذلك أنا يا بنسوالي هذا هو مجموعة مثلاً ومجموعة الإنسانية ومجموعة الآن في نفس الأفريق نعم شكراً صراحة بأنه التوقيع على هذا الاتفاق على مستوى مراكش بالنسبة لي كيمكن نقراها من جوجنا التثال الجوانب بسرعة أولاً هو العودة إلى قيمة التعاون متعديد الأطراف اللي يعني في العاشر سنوات الأخيرة عرف هزت عنيفة على المجتمع الدولي وطبعاً كنت ذكرون العديد من النسحابات اللي وقعت في بعض الاتفاقات المتعددة الأطراف إذن هذا الاتفاق المتعددة الأطراف في مراكش هو عودة إلى هذا النوع من التعاون الدولي واللي عنده أهميته باعتباره أنه يرجع قيمة للمنظمة الأمم المتحدة كما أن الاتفاق ديال مراكش بالنسبة لي هو يعني ممكن نقول يعني عودة الوعي للمجتمع الدولي في هذا الموضوع ديال الهجرة في الوقت للحركية اللي كعرفها العالم والمواقف اللي كعرفها العالم الآن على مستوى الهجرة لما هي شيء يعني إشارة دائماً إيجابية فهل كون المجتمع الدولي يتلأم الآن على وثيقة طبعاً رغم ما يمكن يتنقش فيها إلى غير ذلك فهو أعتقده فهو إشارة قوية كذلك إلى المجتمعات الدولية النقطة الأخيرة في منسبة لي الاتفاق ديال مراكش هو يعني كشف المستور هو اتفاق غير ملزيم اتفاق يعطي السيادة للدول ورغم ذلك كانت المعارضات وكانت 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 بمعنى الخلفية ديال التخويف من الهجرة والخلفية السياسية للنقاش دائماً حول الهجرة برز الوضوح رغم أنه اتفاق سالس ورطب ولا يلزموا ويحترم سيادة الدول يحترم سيادة الدول سيادة سكنواد أنت أكيد تبعتي هادشي كله هاد نقاشات اللي كانوا تال منظمة كانت حاضرة يعني بقوة في النقاشات ديال مراكش كيفاش تلقيتوا أنتوا مهدت توقيع لهاد الميثاق حنا في مراكش اه اه فولي في المراكش اكيد في انا مد مجيز بس كانشي حسا في الرباط انا بقيت في الرباط ولكن على الافريقية خسني كل شي كل شي ديروا الورخة كرسي هل ديروا هالمغراب كرسي ديروا نيشان هذا اللي بعيثيها هديروا الورخة كرسي تسوى الأوضاع ديال كرسي بس كافريقيا كان في المغرب كاللي مكنسي الورخة في مشكلة في مشكلة طيب مزيان ما اللي اجبتي هاد النقطة باش نسوه سيسكيم بدأت العملية لتسوية أوضاع المهاجرين الأجانب في المغرب في نهاية 2013 وكانش شطر الأول وتما شطر الثاني بيتنسوه لك سيسكيم لانش حل مجموعة ديال المهاجرين الأجانب بيتم تسويات أوضاع ديالهم والجنسية ديالهم فالتسوية وضعية ديال المهاجرين المقيمين بطريقة غير قانونية في المغرب كانت من أهم الخطوات في هذا السياسة الوطنية الهجرة واللجوء اللي اعطني انطلاق ديال لصاحب الجلال في شتان في 2013 هذه خمس سنوات العملية الأولى في 2014 والعملية التانية في 2017 ممكنوا من تسجيل ديال ست وخمسين ألف طالب تقريبا خمسين ألف طالب ديال تقبلات وتسوات وضعية ديالهم اللي كيمتل تقريبا 113 دولة بمعدل ديال تقريبا 81% فهذه خطوة أولى اللي كتمكن المهاجرين وحصول على بطاقة إقامة اللي يمكن بعد هذه البطاقة الإقامة يستفد مجموعة ديال البرامج ديال إدماج في مختلف الميادين يمكن تطرقوا لهم من بعد أكيد أنسو لك سيداود في نوصل النقاش عندكم انتم المهاجرين سواء اللي تسوات الوضعية ديالهم ولا اللي مازال يعني الوضعيات ما عندهم ش لبابي فهذا التقييم ديالهم لهذا العمل اللي دار المغرب واش راضين عليها ولا مازال كيتسنو انتظارات ولا لش وكينا المجموز الإدارات كينا لجديد وكينا لبلا كينا فيها مكان ورقة بس مثلا موارقة تد شولي هذا الكونتراد الباي الكونتراد الباي مد مد صفيش يعني وخا عندك البطاقة يعني الإقامة بطاقة بالإقامة ولكن بالبدل بالورقة الدروري بالكونتراد الباي متشوب ما شفتيش فاش من المجال يعني هاو عندك الكارت سيجور ولكن خستك بدل خستك بدل خستك بدل بدل الدروري كد الكونتراد الباي يعني كينا لما انديس الورقة التمشي تيمكن لك سيبلية الورقة الورقة الكونتراد الباي قصني من المجال الدروري ديرو هال من المجال الدروري بزاف لي ما بعيش تديرو اي لكن انتي مثلا كارية عند مول الدروري وانا ما كباش تقول لي كونتراد الباي قال لي لا ما كينش كونتر الباي أدخل هكا وخلشي ما فهمش هالنقطة كون ممكن إجابة اللي نجاو عليها سيحمدي ما عارش هالنقطة هذا من الصعوبات التي ترتبت على العملية تسوية طبعا العملية تسوية كما قال صديق سكيم عند مميزات كثيرة وشكلة نجاحة مبهرة صراحة لا طريقة كتمرست وانا في التكوين دي الأعضاء دي اللي جنة الإقليمية اللي أعتقد كانت حالة بادرة وموحيدة في العالم أنه في اللي جنة الإقليمية كي المجتمع المدني في اللي جنة الإقليمية كما أن الكوميسيون دروكور اللي جنة دي للطوع ما كترأشهش الإدارة كترأس المجلس الوطني الحقوق الإنسان وإدارة عضوة فيها وبهات الصيفة هذي يعني حوالي سبعة الف حالة اللي تسوات في اللجنة الطعون اللي ترفضت في المنصة يعني التركيبة دي العملية جيدة من كل الجوانيب طبعا الناس توصلوا عندهم حاكم مقرسي سكيم حوالي خمسين ألف واحد كي يدخل البطاقة من كي تبدأ العملية دي التجديد كي صعوبات صعوبات اللي ما هي شاي مرتبطة بالحق مرتبطة بتدبيرها في الواقع الإدارة كتدير بعض الاحتياطات ضرورية من كي بغي جدد كيخص الكونتراد باي الكونتراد دي الكرا الكونتراد كترح صعوبات طبعا الجمعية المجتمع المدني كتعتبر بأنه الكونتراد باي وعندو الوضعية دي العمل وكيمكن يكون هنا وكيمكن يكون جميع وشيلا مني كي يوقع الضغط على الكونتراد باي وما كتبغيش يسلموها للناس لكي أجروا كتولي عملية دي السمسارة مني كتولي العملية دي السمسارة أو كيدلي بشي كونتراد فالسيفية ولا بشي ورقة فالسيفية كيلقراس وخارج القانون وكيمكن يصدق في دوامتين أخرى ولكن نكون حريصين لأن هذه العملية متعلقة بالمباشرة اليومية لممارسة سد الحق أما الحق ستوصل بي لكن يقول بأن ملح للمساء أنه يكون جديد أوتوماتيكي بيطاقات لإقامة يعني بدل حاجة لهذا الكونتراد باي أنه يكون جديد أوتوماتيكي بحل عدد البطاقات التي يتم جديدها بشكل أوتوماتيكي كي تقبل ملف طلب التسوية المهاجر يجب بطاقة التشجيل بحل مغربي لن يجب بطاقة تعريفة الوطنية يجب مجموعة الوثائق لكي يدلي بيها سنعرف بأن كانت البطاقة التشجيل أو كارت شجور فيها غير مدة السنة مدة سنة من بعد التسوية وتشجيل فيه ثلاث سنوات كانت تعطيت توجيهات من طرف السلطات المختصة لكي تكون سهيلات الأقصى ما يمكن في تشجيل هذه البطاقات بحيث أنه السنة اللولة من بعد العملية الأولى للتسوية كان واحد تشجيل كما قلت أوتوماتيكي لهذه البطاقة لأنه كان شرف أول يجب الإنسان حصل على عمل ولكن السنة يمكن ما يحصل على عمل هذه قادية تلات سنوات يمكن يكون مشاكل تقنية التي تختلف من منطقة إلى أخرى ومن دائرة الأخرى على حسب الحالة طيب السيديو منتقة أنتم بعد العملية من بدأت العملية للتسوية والتانية فيها ربما حويجات الإيجابية المكاسب المهاجرين ولكن كذلك فيها بعض النواقس بالنسبة العملية التسوية الإدارية الإدارية من سماية حفوائجات من 3 يجربة لأن الوصول اللهم يقام 50 إلى الثقال في المغرب و يتواجد المغربية وأصلاح أنني أصلاح على ايقال في الفتوكب الفتوك сво في المغربية في أول مرة أخرى. لكن في المنزل، يتبعون أن يكون محاولة على المحاولة. ويساعدون على المساعدة ويساعدون على المساعدة. لكن هذا هو مجددا. يجب أن يكون في المسلمات المدنيين، يجب أن يكون هناك مجددا. لا تريد تاريخها من الولايات ومن الاجتماعات لكن يجب ان تقرأي هذه المنظمة لأنه يجب ان تكون هناك مدينة لأنه لديك سيدة أو سيدة لديها بيت لقاءه وعلى سنة الشهادة لن تكون المدينة اشارة بان هذا الموضوع كانت فيه توصية الكوميسيون دروكور في بعض الإجراءات التحفيزية بأنه اتخذ بعين الاعتبار كل وسائل اللي كتبت يعني السكن كانت طرحات بعض البدائل ديال ورقة ديال الدول ورقة ديال الماء على مستوى الواقع كان بعض الصعبات ولكن كما قال سويتو يعني عملية تقنية لخصة تحل في تدبير ديال الإدارة نشوف دابا مع مستمال المدنيا نشوفو كندور باش نشوف كيفاش نساوب هذا هادك كونترنت ولكن أنا كما بريتقول في المدى في المنفصل جنرال دازنا سوى وقت ما شاء الله خمس سنين دابا في السياسية للإجراء درنا شهازة كبيرة بأنه هادك سياسية للإجراء في المغرب كانين خمسين خمسين ألف سوى الوضعي ديالهم لأنهم لكارت ديالهم كينين دراري ديالهم تمشي المدرسة دابا فورنا شهازة شهازة زوينة كيف كيف هذا القضية للمدرسة السيديوب كان شكرك على عجبتها نقترع عليك وعلى ويفو الكرم مع المشاهدين تشوفوا واحد ربورتاج من إنجاز مريم الرئيسي اللي فيه المجهودات التي بودلت يعني في المجال الإدماج ديال لأبناء المهاجرين في الأسلاك تعليمية بينما يكون وجد الموضوع أعطينا واحد فكرة منطقة أنت كتشتغل مزيلا في هذا المجال ديال تمدرس لأبناء المهاجرين قولي يا فين تقريبا نوصلات العملية بينما نشوفوا ربورتاج من بعد دابا من ثلاث سنين دابا من ثلاث سنين والتعرض لأنه ستحصل إلى إتراج بإخزان قنشوفوا سيدات وشتージ عن إعادة وفكرة وززوجة من خريش انجزوا جميع لدينا ماشاء الله من helpedك أجل من وضع وضع بعض البقاء من الهجرة شخص الوجودية يَو تتحصل إلى الابناء فكرة تلعط باش تيكون انهم دا فرماشون رنفورسهم الكمبيتنس ديالهم باش تيدخلو في الخدمة باش تيكون انهم سكناء انهم ما انهم دو هاداكشي الديزاكشن كينين ادام كينين مشاكل في الهيات كل هادا مشاكل خلي غادي نتذكر عليهم بعد السيديو بخلي نتبعو هذا الرابورتاج من إيجاز مريم الرئيس نشوف في الحاصلة دي العملية تم درس أبناء المواجهين فيها مكاسيب وفيها جهودات ربما لي مزرق ستبدل نتبعو هذا الرابورتاج هنا بالمدرسة الابتدائية الياسمين بالحي الحسن بالضر البيضاء يتابع العشرات من أبناء المهاجرين من جنسيات مختلفة دراستهم بالأقسم الابتدائية بعد أن تمت تسوية الوضعية الإدارية لذويهم هذا التلميذ النجيري بدأ بالاندماج رويدا رويدا مع البقية وعجبني مدرسة كل شيء وستادة وصحبتي وصحبي واسميته آدم وكريز كنكتب وكنقرأ دخول ديالهم في سن مبكرة هو سيعود عليهم بالنفع لأن المفاهيم الأولية والمعارف الأولية والأساسية تكتسب بشداء من المستويات الدنيا بالأرقام عرف الموسم الدراسي الماضي 2017-2018 تسجيل 5676 تلميذ أجنبي منهم 1789 من الإينات بالتعليم العمومي والخصوصي بالإضافة إلى 382 تلميذا تم إلحاقهم بالأقسم التربية غير نظامية هؤلاء التلميذ لم يكن اندماجهم بالأمر السهل في البداية لوجود صعوبات يحاول المدرسون تجاوزها بالنسبة لهذه المتعلمين فكي تم تواصل معهم بواحد طريقة خاصة مختلفة شوية على طريقة ديال المتعلمين الآخرين فهما عندهم واحد صعوبة على المستوى الفهم، فهم المقرؤ وفهم المسموع فكنا حاولوا أننا نعودوا نديرهم واحد دعم خاص، واحد دعم اللي غادي زعمي يتناسب مع المستوى ديالهم إما عن طريق إعادة شرح وممكن استعمال الرسم كذلك لكي يقدروا يفهم وكثر بالأرقام مرة أخرى عرف الموسم الماضي اتحاق حوالي 1500 طفل من أبناء المهاجرين بالسلك الابتدائي وقرابة 3000 تلميذ من التناوي بالإعداد أما التناوي فتم تسجيل 1146 حسب الوزارة المعنية أطفال الأخرون من أبناء المهاجرين سطعوا الاندماج بشكل أفضل هذه المدرسة تعلمت منها بزفت الحاجة، تعلمت منها كيف نحتارم اللي كبر مني وتعلمت كيف نهدر مزيان بالعربية، حيث من قبل قامت كنت نهدر مزيان بالعربية، كنت نهدر مزيان بالفرنسي ولتسهيل الاندماج قامت الوزارة من خلال شراكات ثلاثية مع الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة والجمعيات المدنية بتوفير مواكبة ودعم تربوي لأبناء المهاجرين حيث استفاد حوالي 800 تلميذ بالنسبة للإدماج، أنه جد سهل عن طريق المدير الإقليمية، وطائق جد بسيطات في شهادة الإقامة، شهادة أي وثيقة تتبهت يعني ازدياد عهوية هذا الامتالك ازدياده، وكتكون واحدة لجنالة هي داخل المديرية اللي كتحدد مستوى لهذا المتعلم ويندمج في التربية النظامية وهناك مساهمات أخرى لننساها وهي بادرة طيبة لبعض الجمعيات الفعالة حيث أنها تحوي هؤلاء التلاميذ وتعمل على إدماجين في التربية النظامية منذ الشروع في تطبيق السياسة الجديدة في مجال الهجرة واللجوء قبل خمس سنوات تم تسوية وضعية أزديد من خمسين ألف مهاجر من مئة وثلاثة عشر جنسية في انتظار مستقبل أفضل لهؤلاء الأطفال قبل أن نوصل النقاش نشير بأنه بإمكانكم المشاهدين الكرام كمجرة العدى على ذلك التفاعل مع النقاش الدائر في الستوديو عبر مواقع تواصل الاجتماعي وأساسا فيسبوك وتويتر على الرابط الذي سيمثل أمامكم على الشاشة نبدأ بك سيدة سوكنواد أكيد أنه في هذا المجال المدرسة بالنسبة لأبناء المهاجرين لتسوية الوضعية لهم كي نمج مجموعة المكتسبات كي نمج أرقام يعني ومعطيات ديال هدو ولكن ربما ما عفتش مدى الرضا دلكم في المنظمة ما تقييم دلكم هذه العملية؟ كي نمج لازم اقترباء جوايا في المدرسة الإطلاقة من كان يمكنني الناس أن يعتبر أن تقرباء جوايا في المدرسة في المدرسة كانت أصدقائنا في المدرسة العربية والفرنسية والانغلاية كانت أصدقائنا في المدرسة العربية والانغلاية كانت أصدقائنا في المدرسة العربية والثانت عامة لا تصدقائنا في المدرسة العربية لماذا يقبل الفرنسية؟ ما يقولون له مثلا في المدرسة؟ بسيطة يقولون لهذا كل ما ما أخصني أنت الورقة كان ليس لديها الورقة لأيضا ما كانت تصنع بزافة في المغرب ما زال ما عندها الورقة ما زال ما صوبت الوضعية ما زال ما صوبت الورقات هذا الشيء الذي تجد السيد يوب كتش تغلو عليه هاتو المينوغنونا كومباني القاصري اللي ما عندهمش القصار لا إستمقلا بزافة وضعية ما زال غير قانونية؟ الآن فهم لا يستقبل كومبانية في صبت التصنع إلى حمسنين عن توجيسة الأخبار ومعاكل مبارك comes في والتعزيق لاحظة الورقة لأعنى cercانية ومع ذلك تشعر 될 مجابي ومع ذلك في وضع هذا الارض محاق يبدوا الوحيد لاسبة الوحيد في الدعاء كما تقول سيده انه يحتاج بعض الناس lleدناه الوحيد إذا gnappت على السفر على أن يصل الوحيد أنه يتساعد باللغة في الدفاع مع المسائية وقاله بالنسبة للجنب sur المغرب بالترجمة مجرؤية، عندما يصدروني أكثر من المملكة المناطقية. في الأسبوع، فقط أكثر من أجل الأسلال لديناهما أجل. أدعونا، فقط أجل هذا الفات، فقط أجل الأسلال لكي نتعب في مشكلة أشهري. أنا أدعونا أن أشهري بشكل أكدامي ومشكلة. البعضiras بميكانيس None بيديوك في الفنة القبول يرميسونها في السيارة في المنزاة في الأنثار في المنزاة في الجمعين وفي المساعدة من المؤمنينين على الوصف المفرشات في دقيقة ية التجارية في الجميع أو ليبرا ومشيل إلى في الأفريكا راجعوا ولكن ما دي كمبتنس هذا من اللي غن تكلمو على السوق الشغل تهوت السوق الشغل في نقاش سيسكيم و سيحنضي بغيت نعرف يعني تقييم ديالكم فين وصل هذا الورش ديال يعني لا يكفي تفكر أنه لا يكفي أنه الأجنبي والمهاجئة تكون عنده يعني بطاقة الإقامة مشكلة قانوني ولكن خطة مدرس ديال الأبناء ديالو كيبقى كذلك ورش المهم بغيت نعرف فين وصل هذا الورش سيسكي فالبرنامج التربية والتقافي إدماج التربية والتقافي هو البرنامج الأول في الستراتيجية الوطنية لهجرة واللوجوه أول حاجة دارت هو دوريات وزارية باش تسهيل عملية تسجيل للأطفال المهاجرين في تعليم لا الرسمي ولا العمومي ولا غير النظامي لا تعليم الخاص بغض النظر على الوضعية الإدارية ديال المهاجر الأخت تكلمات على الأوراق فاللي يطلب هو ماشي والوضعية ديال المهاجر خصتك المساوية اللي يطلب هو تعريف ديال المهاجر لأن المهاجر خصوا واحد الاسم والنسب لأنه خصتك المساوية خصوا غير هوية دياله ماشي يكون ضروري عنده ورقة إقامة إذن كانوا هذه الدوريات الوزارية كانت عمليات تسهيلة بحال جياز امتحانات الإجهادية فيمكن تنميذ المهاجرين يدوز هاد امتحان باللغة اللي كيتخون القطر ماشي بدروري تكون العربية ممكن تكون فرسية ممكن تكون إنجليزية كانت كذلك تسهيلات فستتبع دروس طربية إسلامية فدروس طربية إسلامية ماشي مفروضة على جميع أبناء المهاجرين اللي ما بغاش يتبع هذه الدروس ما كيتبعاش ما كتكونش فيها نقطة ما كيكونش فيها امتحانات إلا بغينا نديروا تقيم ممكن نقول الآن بأنه جميع برامج ديال التعليم فتوح المهاجرين كما شفنا في الروبورتاج فهناك أطفال مهاجرين في التعليم النظامي هذا السنة أكثر من 1500 ديال أطفال المسجالين كي أن الأبناء المهاجرين كي استفادوا من عمليات ديال خدمات ديال المطاع المدرسية والداخليات وبرنامج ملي ومحفظة كالأطفال المغاربة كي نستفادة من برامج تربية غير نظامية كالإيكول دوزيام شونس كما الأطفال المغاربة هنا في تعامل ديالنا في الوزارة مع الجمعيات كنحاولون نديروا واحدة عدة ديال التعليم اللي كتماشى مع موت الطلابات ديال هاد طفل المهاجرين شوية مختلفة على العدة اللي كي يختم بها التلميذ المغربي كي الاستفادة من دروس الدعم التربوي الاستفادة من دروس تعليم اللغات والثقافة المغربية الاستفادة من التعليم الأولي كذلك من جموعات ديال المشاريع التقافية لتعريب قضايا التنوع التقافي مثلا مشاركة مع وزارة التربية الوطنية كل سنة كنديروا واحد كونكور في المدارس حول الكتابة حول الهجرة او الرسم كنخصوا بعض الجوائز غير باش لهاد القضايا ديال هجري يكون ايمام لا بالنسبة للمهاجر ونسبة لتلميذ المغربي في في الهجرة سيحمد اشني ابرز ربا مش المشاكل ولا الشيكاية اللي كتورد في هذا المجال المجال لإدماج ديال ابناء المهاجرين صراحة المجلس الوطني الحقوق الانسان في التعامل دياله مع هاد الموضوع ديال الهجرة ماشي فقط يعني التعامل ديال مؤسسة وطنية اللي خولها يعني دوليا ووطنيا الدور ديال المونيتورينج وديال المواكبة علاقتنا بهذا الموضوع ديال الهجرة اولا لانه كنا يعني كالمجلس الوطني هو صاحب تقارير ديال 2013 وطبعا الادارة كلفته بالكوميسيون دروكور وكانش شغلو في الكوميتيت بيلوتاج وكانش شغلو في موكبة يعني احنا في المراقبة وفي نفس الوقت راحنا في جزء من العملية وبالتالي منين خضعنا العملية للتقييم ما خضعنا هاش بوحدنا للتقييم يعني ديال الحصيلة لحد الساعة وكما كعرف سي سي سكيم ديالنا واحد العدد ديال الازاتوليي ديال 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 كونسيرتاشيون اللي بعد واحد الفترة معينة بما فيهم التعليم ديالنا الصحة ديالنا تشغيل ديالنا السميتو بما فيهم تجيل في الحالة المدنية وفيهم التعليم اللي داروا واحد دولة روازاتورييو اللي بحضور أطراف اللي هي مباشرة ديال الإدارة وبحضور المجتمع المدني فيما يخص التعليم اعتقد المجهود طبعا كما قلتي في البداية السيء المجهود دار الإرادة هنا ولكن مثلا يكفي أنك نسمعوا بأنه طفل فضعية غير نظامية ما حق ولا مشي حق هذا كلام مخصوشي تقالباتها لأنه الأطفال عنده حماية قبل من العملية ديال التصوية عنده حقوق ديال الاتفاقية ديال حقوق الطفل اللي هي ملزمة باش يكون عنده الحق في التمضروس لأنه يخضع الحماية أينما وجد وبالتالي كما قلت السيسكيم دارته حد العداد ديال المذكيرات كل القانون 0000 2000 اللي يدير الإلزاميات ديال التعليم الأساسي طبعا في إحدى بونه ذيك يتحدث على الأطفال المغاربة جاءت وزارة التعليم دارت مذكرة عدلاته مش عدلات النصي يعني دارت مذكرة سيركولار دخلت ليسيب سحرية طحنا لم يشير إلى اليمن وسوريا في الواقع هذه العمليات يتم تجاوزها بشكل مستمر ولكن هذا الموضوع ديال التعليم فيه جوج ديال الخصوصيات الخصوصي الأولى أنه لابده يعني رغم المجهودات القوية اللي كدت تقوم بها وخاصة المديرية ديال التعليم غير النظامي ويعني صراحة في وزارة التعليم أنه لابده من تطوير الكفاءات المهنية ديال الفاعلين المباشرين في الموضوع يعنيه باش تدمج طفل مهاجر في النظام عادي ما هوش الأمر سهل يعني كيتطلب واحد إرادة يعني ما شاء تاني تدير له أقسام واحدة وغير تخلف تميز العملية التانية أنه لا بد أن تسهل المرور من النظام الغير النظامي من التعليم الغير النظامي لتعليم النظامي لا بد أن يكون ثلاثة أكثر والنقطة الثانية والآخرة والتي رأيتها لرشادي功 وهي مرتبطة بقضايا أخرى مثلا ما معنى وجد فوق التراب المغربي وخير تخلق فوق المغرب عندهم الحق أن تأتي في الحالة المدنية القانون يسمح له بذلك يسمحوا له إذا تخلقوا في التراب الوطني وتزيف الحالة المدنية ودرنا ورشة حول هذا الموضوع والجندة في وزارة الداخلية بالضبط الحالة المدنية وسجلنا بعض الصعوبات الصعوبات هو أن وزارة الصحة ملزمة بأنه اللي يخلق في مستشفى مجانية ولكن المركز الشفائية لا تعطيهم أولا تفرض عليهم الأداء ولا تعطيش الشهادة ديال الولادة أو تدير قاع تدير ريكيزيسيون ديال بطاقة الهوية ومشيغل الأجالي براك تدير مثل المغربة يعني في اسميتو على اعتبار أن المذكرة ركتهم المصالح ديال وزارة الصحة وما كتهمش لساشو تصدركت الأمر وزارة الصحة يعني أخيرا ودارت مذكرة أخرى نحن الآن في إطار المتابعة ديالها ومراقبة ديالها إذا ما عندو إلا خلق في مستشفى وما عندوش الورقة ديال السرتيفيكات نيسونس ما كيم كل شي يديهم الضابط ديال الحالة المدنية ما كيم كل شي يمشي للتعليم وقد دخل في واحد دوامة اللي هو الحق هو مضمون ولكن في تفعيل قيب قول اجتهادات الخاطئة ديالبعد إلا فهمت السيديو بوسي داود أنه في القارارات الكبرى في السياسة ربما يعني في هم مكتسبة ولكن أحيانا في بعض الممارسات متلا كتسمعوا بأنه متلا هاد المدير مدرسة فولانية تكون عمومية ولا بري في كي يمنع من أنه يتسجلوا أبناء ديال المهاجرين أكيد ربما عندكم حالية شكايات ديال أبناء المهاجرين أكيد ربما عندكم حالية شكايات ديال أبناء المهاجرين أكيد ربما عندكم حالية شكايات ديال أبناء المهاجرين وأبناء المهاجرين وحياة أدنسان لا يمكنها يتكلمون أنهم تخلصون هل تتخلصون أو لا تتحلسون أنا 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 أصبح أفريقيا أفريقيا أصبح بساف هذا لأن لم يكن مراحل ولكن يستطيع فهم كانت مرحل ولكن كانت مدرسة ما كانت مدرسة لم يدخل في المدرسة نعم لم يدخل في المدرسة، كانت سوفا وانا يروني في كارت للمشاهدة، للمشاهدة، للمشاهدة كانت مدرسة من الناس لم يكن حظي في المدرسة أو في مدرسة القرير من حيث إذا كان يساعد مutation جاءً ومن يتحرر بكثيرًا أعلم أنه يساعد بأسالها وإنها البدءło شخص hago العمل وإنها البدء من تكون في العمل وإنها أجاب المشاهدة يوجد sitting في المستوى المعيدة وإنها أخرج لديه وليس إذا كان في الأقر لديه وإنها أجاب المشاهدة هذا يقدم من أطيل ولكن هذا يقدم مدة في المغرب وما عنده شريره ماذا تجب بسيسكي على نقطة هذه التي تصوية مزر جعلنا صوية منه ربما تفوتات في الاستجابة للطلبات التي تصوية العملية التي تصوية كانت تحفجها الجميع أكثر من هذا الشي فلا في العملية الأولى ولا الثانية كنا دخلناها كواسيط الجمعية ديال المهاجرين التي تحاول تقرب هذا المساج للمهاجرين التي كانت توجه في الأول وخيفة من هذه العملية يمكن أن نرى عملية تصوية غير عملية إحصاء المهاجرين لإرجاعهم من البلدهم لكن جمعية ديال المهاجرين كانوا داروا وسطة وشجعوا الناس بشي يستفيدوا من هذه العملية خير دالي لأنه قبل العملية الأولى كانت تقديرات حيث لا نحسبوش حال ديال المهاجرين بطريقة غير قانونية كاينين كانت تقديرات كتقول بيننا كانت تلاتين ألف تل خمسة و تلاتين ألف العملية الأولى سجلت تقريباً تقريباً تلاتين ألف سبعة عشرين ألف و ستمية ديال المهاجرين فما بعدش من هداك من هداك رقم فإذا كل شيء المهاجرين كان يمكنهم وضع و أخا هو يقول عن دراسه ما أنه ما كيستاجبش الشروط كي وضع ميلف يمكن اللجنة المحلية على حسب الشروط ما تقبلش ميلف دياله وما كان اللجنة الوطنية التعون اللي انبعدت واحد تسهيلات كبيرة اللي تعودت تشافت الشروط كيفاش الإتبات ديال الاستفادة من هدوك الشروط و تزادت امتيازات أخرين اللي ممكنات من العمل عدد كبير من مهاجرين استفادة من التصوية الوضعية السيديو بمنتقة شنوك تشوف انت شنوك تقترح باش نحسنو هاد المكتسبات ديال الأبناء المهاجرين في المجال ديال التعليم كينا هاد المكتسبات كينا هاد الأرقام اللي تكلمنا عليها كينا هاد المجهودات كده سواء من السلطات العمومية كينا هاد المجتمع المدني ولكن تشنو كيبالك لاننا خدمتها في هاد المجال باش نحسنو اكثر هاد المجال ديال الإدماج لأطل الأبناء المهاجرين كينا هاد الشي على المجتمع المدني مهمة به هاد السياسية ديالهجرة كينا دراري اللي ما انو مش مش الوراق ماشي زما أنا في جمعية شي مرا ما انداش غاوراق في المغرب مزال انو ولكن غولدات مش المدرسة القضاء من الذهاب هي أنت عاملات قد يستطيع التشاوزات والاقامة والذهاب كينا هاد المجال هناك في الناس المنوية لكيناه لنظرQué تستطيع التشاوزات والاقامة إطلاقog النظر و تعليش تشعإنهم في النصصة والاقامة الغراسة كانت أخيل ودفع التنمية لتنمية المدرسة في 처음 نفسه ، لمساعدة ازالة المدرة ولكن السبب bearing المدرسة أيضًا وهذا يحدث الأبداع أن Other البعض المدرسة لكن يتأكد بثارة يمتزمي للمدرسة أجل المدرسة التي تحدثت في اليوم في اليوم ، على جهة المدرسة المجربي والسنغالي من يترجمه الناس في المدرسة يترجمه المنزل من وضع خارج المنزل كما يترجمه الكثير من المزيدين المشكلة المترجمه هي المنزل لتأكد من خارج المدرسة على قبل التعاقب المنزل لكن أعتقد أن أردتنا من أجل السبب في التجارب المتابع المقارد والمتابع المساعدة يحبون أيضاً التعامل من السبب في الوطن ويقام بتحقيلة الوصول إلى الإمكانية لذلك البيانات والأدنية أعتقد أنه هناك كثيراً كان هذا المحالي للشواهد فهوزارة سحة قالت أنه سيدة تتغير مغاربة سيدة مغاربة سيدة مغاربة في المستوصف في الحياة الساكن لها يجعل لها الكارنة لتتبع لها في طيارة الفترة الحمل يمكن أن تتبع لعمليات الوضع تولد بطريقة مجانية في المستشفيات المغرب المشكلة في أنت يوقع إذا لم يكن لديها التتبع لم يكن لديها الكارنة لتتبع لها لتتبع لها يجعل لوقت الوضع هنا في الحياة المستارة تخرقات هنا على حسب المستشفى كيف سيضبر هذه المرحلة لأن في هذه العملية لا يوجد مجانية الناس المغربة عندهم الراميد ولا عندهم لا يوجد أن تسمع من هذا الراميد هذا نجلي لتدارك هذه المشكلة نعمل مع جمعيات في هذه الميدان الصحافة فهذه الجمعيات هي اللي كتدير هذه المشكلة لا يوجد هذه المواكبة حتى السيدة يمكن تضاع يمكن بالنسبة للدعم اللي كتلقى هذه الجمعية يمكن تخلص منه طرف من القيمة بالنسبة للأسيرونس مالذي أو التغطية الصحية فأنا في الصداد وضع النظام اللي كيشمل السلة ديال اللي سوان السلة العلاجات اللي كينا في الراميد هي نفسها اللي كينا في هذا النظام المهاجر ما كيتباعش هذا البروسيشيس أو هذا المسلسل اللي كيتباع المغربة في الراميد كانين ثلاثة ديال الوزارات اللي المعنية ووزارة الداخلية منسبة للناس هذا كيستبدو غير منه الناس اللي مسويين الوضعية ديالهم كذلك وزارة الصحة لانها هي كتعطي العلاجات ووزارة ديال مكلفة بالمغرب ومقيم الخارج وشؤون الهجرة فوضع البطاقات حنا في بسدد المرحل الأخيرة لأنها هي غير عملية تقنية باش يمكن نخرجوا بطاقات يأخذوا من المهاجرين وكيتشجلو في نفس المصار بحل الراميد واحدة نقطة أخرى هي الاندماج في سوق الشغل سيح مضي لا يكفي أنه أنا مهاجر تكون عندي بطاقة الإقامة بشكل قانوني ويكونوا أبنائي في المدرسة ولكن خاصين نكون منتجي يعني نشتغل باش ضمنا الكرمة بغيت معاش تقيم ديالكم ديال هاد العملية ربما هي اللي فيها شوية صعوبات الأسواء أساسا من القطع الخاص في هذا المجال شكرا لابد ديال بعض جوج بتتدقيقات بسرعة في الإشارة اللي اشارت لها الأخت في باية علاقة يعني كالناس اللي فوق تراب وطني ودرت عملية تسوية وماستفدوش هذو حالات موجودة طبعا حالات معزولة حالات موجودة لماذا؟ لأنه العملية تسوية تفتحت في 83 مكتب عن مستوى العملات وطبعا في 83 مكتب لم يكن نفس المعاملة كان ذاك المسؤول في القيشة كان اللي كان يستبراص هو الكوميسيا وقدروا الملف يقولوا لا لا أنت ما عندك من الأول طبعا هذا شيء تدركناه مع مديرية الهجرة في وزارة الداخلية كل ما جاد شي حالة كان بلغوها المديرية المعنية كان يقع التجاوب ولكن لما بلغك المعنية بالأمر وداروا مذكيرات ودارت كده إذا غادرك ولكن هذا ما يعنيش بأنه كل حالات تحلت كيمكن بعض الحالات ما زالها فسو هل هي حالات معزولة الملاحظة الثانية اللي كانت تتعلق بالصحة واللي قال السيس كيم ديال خصص المتابعة وراء الإشكال كيف دك المتابعة لأن حيث هو ما عندوش عندو الكرتجور وما عندوش دك الكنترات باي دك ما عندوش السكنة ما عندوش المستوصف اللي هو تابع وقد دخل في واحد دوامة اللي هي ولهذا كتقول بي إن الحقوق هي مضمونة تفعيل ديالها فيها بعض صعودة فيه جوانيب وخص فيه واحد الهندسة ديال إدارة العمومية اللي خصت تشاهد أكتر من أجل فعالية أكتر وإلا غاد ينطيحوا في ما هو معروف على المستوى ديال العالم التالي اللي هو ديال اللي كتطح في المعدل ديال يعني الاتذامات كتنفذ بتسعود وثلاثين في المياه وإلا كانت رواندا لآن تقدمت في العالم حيث وصلت إلى أربعة وسبعين في المياه فمعنى الحقوق ره كينا الإرادة السياسية كينا الإرادة ولكن على المستوى الممارسة كيخسو طبعا ما كنقولش بإنها سهلة فيها واحد الانجينيوري اللي لابد ما يخص السؤال اللي متعلق بالتشغيل بالضبط بأنه تهوى دارت عليه واحد الورشة بالحضور الوزارة المعنية ووزارة التشغيل اللي قدموا عروض في الموضوع وكان نقاش حوله طبعا النقاش كيهم أنه في آخر المرطة في الشغل هو سوق مفتوح ما تلزم شيء لشيء واحد اللي شغل ولكن كتقول الصعوبات اللي كينا في بعض النص مفتوح مثلا المستارة الطاويلة ديال المصادقة على العقد الشغل مفتوح مفتوح مثلا إلا بدل تيلون بالوير خسيك تبدل المصادقة يعني ضيجة السوق هو الريستران وكتزاد بعض الصعوبات اللي كيمكن نتفهمها الإدارة ولكن هي تؤثر على الإدماج في المجال الشغل مع الإشارة الريس المحترية بأنه القضايا الهجرة عالميا كانت مضبرة في إطار منظمة العمل الدولي بمعنى أنه الشغل كان دائما محور رئيسي أو نقطة رئيسية في المجال ديال سواء فيما يتعلق بكم أنتم وضع الهجرة لكل واحد فيكم يعني في مجال الشغل ديال ويش لقى صعوبات يندمج في سوق الشغل في المغرب ولتا مثلا الأجاني سواء سينغالين ولا غير هم اللي كتعرفوا الصعوبات اللي كيرقوها باش يخدموا باش يدخلوا سوق الشغل ديالك سيديو لابنس بالخدمة في المغرب لا لأدوك جيبان كهوالب المغربية والسنغالي سواء سهل بانو كنين ديالك منشان بين المغرب بلا كنترى التراؤي ولكن كنين بانو مؤشرين الجنبيين لانم لانم اشتركوا اللي ما انم شغل تهارقوا 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 كماتي كنين تهارقوا في في مجال الأبنية، في بينا، في مجال الأرض، في تحرق للحصول على المشيطة. لكن هناك من المشيطة التي لا تريد أن تكون مستقبلة للمشيطة. لذلك لا يوجد أن يكون لدينا مستقبلة فيها مجالة المستقبلة، يوجد الكثير من الموضوعين ويساعدون أن يتفعلون افتحاني ويوجدون أيضا في مرحلة المدين. ولكنه مجبور في مرحلة المستقبل. لأنه حيث تشكل الإمراكام، ومعرفت يحدث البعض. يحاولون أن يحاولون ويقومون بجاند مرحلة. أعتقد أنه من منها فقط تحدثت في استخدام الله. وفيما الوقت في المستقبل ، لم يكن لدينا نتحدى نافذ التعليقات التي احترุ إلى المعاربة عليها لإنقام عبارات التجارة والمغربية تعليم لم تكن القليل ومن تكن ضمن الفيحة ونجزد مفقاً بسيارة في الشعب العمل. ولكن بالنسبة للخدمة يوجد بعض البروكاج. ولكن ليس في قانونية. أكثر يوجد هناك مشكلة الإيكونامية. لذلك يوجد الشماج الذي يوجد هناك. نرى السيدة سوكناود. تكلمنا عن جربة لك. ما تفعل في الحياة في هذا؟ ربما هذا نموذج من نماذج. كنت في الموذج سنلة الأعواق منبر المخريبين. للنسبة للنسبة للخدمة المغربي في الذهاب وث recaد شديد. ور brow quiroc we'reمر لكب 때문에 أميًا بهذه الصد开ة. أولا هذا الجيما كانت يوقفس بيacceptار ، around1000. شعور مما جدا لما يكون معنا جدا تحيني كما تحينيون البيعاء كما تحينيون هكذا كما تخيص العديد المترجمات من المعركcus ، يازل البيعاء من الحتماع وجميعونยون ، اسم كل هذا يشتراك أنت تنترون لها لكنني أنت تنترون أنا أصبح يخير فيها بعدсть. مع جميع المعروض الشعورين من المشاركون ذات. في الداخل المشاركون هناك مواركين عندما يشترك ولكن من المواركين. فمن المشاركون هناك سواجهة على المغربية. المغربية لتشترك موقف الحديث. لذلك ويوجد كثير من المغربية. لتشترك مواركين من الوصول الأولى لخطاء. على وجود الأمر لا يمسون ذلك إلى مريضا. لديه مشابة لشمكة جدا. كل الاتفال من ثلاثيين مناسب لأبدأيها تصبب أن تكون هناك حتى يساول على الأطفال في تديو أطفالك من فنجرة لأنها قد تكون هناك مزلوجة وكذلك هناك فيريك راقم وكما تكون هناك مزلوجة أنا دباح المغربية عند ورقة ولكن عنده في الدار أنا ثلاثة في بنتي لديه ورقة مع التلتة ابنت ما عنده مسترى؟ ثلاثة بنتي لديه ورقة كما هو عرفة سنة. بل كبه يقولع الصغير على خمسطة سنوات. أتوقّد إلى الجديد. لأنني لا أمسكي لدينا أمسكي نعم سيسكي ماشوكي بأن لكم تماما على مستوى الوزارة ربما الإسراء أكثر والذي ربما تحسين الإدماج وإندماج يعني المهاجين التي تم تسويات الوضع وفي النسجة الاقتصادي لأن كمال الهجرة يعني أحكى ذلك فيها التحديث ولكن كذلك هي فرصة بالنسبة للاقتصاد للنسجة الاقتصادي الوطني هذا الجانب الاقتصادي مهم جدا كانوا شققين الأول الرفع من الحضود المهاجر بشي يلقى الفرصة ديال الشغل في المغرب فكان تكوين المهني فجميع المؤسسات ديال المكتب ديال تكوين المهني وإنعى الشغل المفتوحة في المهاجرين كذلك مركز تكوين ديال التعاون الوطني كذلك كندعموا جمعيات اللي كتدير إما تكوين المهني ما كتدير المرافقة ديال المهاجرين اللي كتديروا تكوين المهني في مؤسسة عمومية ثانيا كين البحث عن الشغل فالوكالة الوطنية لإنعاع الشغل والكفاءات فتح وكالات مع أقسام خاصة بالمهاجرين الاستفادة من الخدمات ديال البحث شغل وكذلك الخدمات ديال البراميج الأخرى اللي خاصة بالشغل فهلنا بغيت نعطي أمثلة ديال هاد السنة إحصائيات هاد السنة فكين 1758 مهاجر غير هاد السنة المسجالين في الوكالة الوطنية لإنعاع الشغل الكفاءات في العناربيك كين 717 مستفيد من بوارشات البحث عن العمال 549 مقابلة تشخيصية انو تخطي عند البوزيسيون باش نعرفوا اشناو الحاجيات ديال هاد المترشيح للطلب العالم للعمل مستعدة ديال اكتر مستميات طلب عمال إدماج في في سوق الشغل إدماج كذلك بعقد عمل في إطار برنامج المساعدة على تشغيل الإدماج هذا تشغيل الإدماج كان مفتح غير المغاربة مفتح الأدل المهاجرين كان تأشير على عقود العمل فمدونة الشغل كانت بالنسبة للمهاجر باش تأشريع العقد عمل لابدا نشوفه باش مكين شي مغربي اللي عنده نفس المؤهلات اللي يمكن يأخذ هذا الشغل ولا نعطيك تعطيه واحد لاتستاسيون عادي ممكن تشير هذه القضية حيدات بالنسبة للمهاجرين لتسوات الوضعية ديرهم كثير من ذلك هذا القضية كان يجب الرب العمل أو المهاجر يجب هذا الكنترات هنا يضربات الوزارات للشغل باش يأخذ التأشير كما تغييرها تغيير القانون للتعاونية تغيير القانون تغيير الأجانب كما تغيير مهنة ممريض أو الصاج فام تحضرات المهاجرين قدرنا واحد العمل بشاركة مع الوزارة تشغيل إعداد دير واحد دليل مانيول براتيك واحد المغربي والأجنبي عنده شركة بغير يخدم مهاجر أشنا هي البروسيدور بغير صغير وضع ما بقاش هنا بزاف دلوقت في تقريبين دقيقة ونصف لكل واحد منكم كيفاش هاد المكتسبات كلها يتكلمين عليها و هاد المشاكل اللي بقى ممكن أنه نتفادوا هون حسنوا أكثر يعني الوضعية ديال الأجانب المقيمين المغربي يعني سواء بطريقة شرعية ولا غير شرعية ماذا بك سيحمدي؟ أنا أعتقد يعني فيما يتعلق بالسياسات الهجرة كيمكن نقول بأنه يعني الإدارة قامت بلابوتسما الآن كيخص لكونسوليداسيو والكونسوليداسيو هي من مسؤولية طبعا الجامع لأنه أعتقد بأنه يعني بعد خمس سنوات وصلنا إلى واحد المستوى اللي لا بد من تقوية ديلها حتى يعني نتقدمه أكثر وهنا لا بد من الحرص ديال الجامع لمؤسسة وطنية ولا إدارة ولا مجتمع المدني على التطوير إشارة أخرى أنه لا بد من إخراج لرماد بسرعة أنه خمسين ألف مهاجير اللي عنده بطاقة ليس من الصعوبة بمكان الاتفاق على آلية للتسفادة من هذا الوضع يعني إدارة إدارتنا أكثر فعالية من هذه الأشياء يعني مسائل بسيطة خمس سن آلف ما هي شي سميتو العمليات الثالثة أنه لا بد أنه المكتب ديالتسوية ديالالبراء ديالاللاجئين يعني منذ ألف وسبعتاش ما ما شاغلش يعني خص لا بد الآن أنه قبل العمليات السوية كانوا كيستفدوا من النظام مني تم تحريك مكتب الآن توقف من الفين وسبعتاش الآن أعتقد لا بد حتى وكذلك إنه كانوا عداد ديال الملفات اللي خصت تصوى في هذا الموضوع وهذو كلهم إشارات كيمكن يطوروا لهاد تجربة المتميزة ديالالسياسة والطبيئة في الهجم سيدة السكنوات شنواتا شنو كتشوف أنتين زيدوا نطوروا هاد شي أفضل ونتفادوا هاد المشاكل شنو غصو يدع لأنهم ليسوا أفضل لأننا نحن نطوروا منهم إننا نحن نفهم إجراء حينة حينة منجم ثم أي شخص منهم لن يستمرون لأننا نطوروا الكثيران يوضعوا باللغة يغتاقوا ثم يوضع اي مزارة يجمعون مع الماركين كل شيء تجعلنا لأنك تجلتك في المغرب لأنك تتعلمنا لن أقتل إلى جميع المغرب لن يجعلنا لن يعطينا لأنك تتعلي لأنك تأتي لأنك تكون هناك مواناً لأنك تتعلي سيسكي منتج أنت كيف يبدأ في الآخر لتعديل المغربية التي تسعى خمس سنوات الآن لدينا رؤية استراتيجية واضحة لدينا برامي إدماج واضحين لدينا منظومة الحكمة هذه الظاهرة الظاهرة جديدة على المجتمع لا يمكن أن نقوله بأنه وصلنا في بداية الطريق لأنه بحل المسلسل الإدماج المهاجر المسلسل الإدماج المهاجر يطلب وقت كبير ومجهود من طرف للمهاجر أو من طرف الدولة إذا نريد أن نعطي غير ثلاثة النقاط باختصار المسائل التي نرى فيها من بعد أولا تنزيل الترابي ديال هاد الستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بحيث خصنا ندعمه الشراكات مع الجهات مع الجماعات المحلية خص الجهات هاد البعد ديال ديال الهجرة يدخل في هادوك البرغم البرغمات المحلية اللي فيهم كتافة من المهاجرين خصي يدخل هاد البعد ديال الهجرة ثانيا دعم التحسيس وإخبار المهاجرين بأن هناك برامج ديال الإدماج كما عملية ديال التسوية كذلك الإخبار تحسيس ديال المجتمع ديالنا على الهجرة والمزايا ديال الهجرة ثالثان تطوير المعارف حولها الظاهرة 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 ديالي ثالثان تطوير المعارف حولها الظاهرة ديال الهجرة ثالثان تطوير المعارف حولها الظاهرة ديال الهجرة ويسر على أن رحل نفعه أنه سنة سهل للمحاولة لكن كل شيء يجب أن تكون في مدلعاق في تحديد من درسولة أو درسولة أو في هل أنه سيكون سيئسي أو أكثر مختلفة ويقضر أنه سيئسي في مدلعاق ومعوضةما يبدأ في أن تكون في مدلعاق لكالتظر لها لأنها ونحن يتفادي يدفع على المدلع لن يمكنك أفضل مستمر في كل الإستماع والمعرفة والكتابعة للحصول على كله ويصلك بعد جزء بالطبع لا تكتور على صورة أو صورة بما فيه ويستمرار ويستمرار كذلك في الدوماية المعلومات donc je pense que le chemin a parcouru très long mais ce qui a été fait, on remercie d'abord le ministère de la migration je voudrais remercier au nom de la société civile M. Schim, le directeur de la migration qui a pris l'honneur de nous inviter au pacte mondial qui a été organisé à Rabat avec le forum mondial à Marrakech où beaucoup de personnes de la société civile se sont réunies et la fierté des amis africains qu'on a reçus à Marrakech qui étaient obnubilés par la politique migratoire marocaine qui reste inédite au niveau de l'Union africaine. Et je pense que pour améliorer ou pour perfectionner le gouvernement aussi doit essayer de revoir le système d'éducation de la formation, surtout du genre pour que je pense que d'ici 2025 que ce soit une politique qui est la plus réussie au niveau de la région. Merci à vous, Diop Muntaga. Merci à vous, M. Sénégalien et à vous, M. Sénégalien. Merci à vous, M. Sénégalien. Merci à vous, M. Sénégalien. Merci à vous, M. Sénégalien et à M. Sénégalien. Merci à vous, M. Sénégalien. et à vous, M. Sénégalien et à M. Sénégalien. Merci à vous, M. Sénégalien et à M. Sénégalien et à M. Sénégalien. Sénégalien et à M. 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 Sénégalien اشتركوا في القناة